صحيح أن الميزان التجاري اليوم هو في صالح إسبانيا لكن الصادرات المغربية إلى إسبانيا ارتفعت بشكل كبير جاء في تقرير أن حوالي 60% من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي وهنا رقم آخر الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي 30% منها موجهة إلى السوق الإسبانية هذه النقطة نقطة ثانية في ماذا نستثمر في إسبانيا أظن القطاع البنكي ليس الوقت المناسب بالنسبة لإسبانيا لأن قطاع البنكي مسؤول إلى حد كبير عن الأزمة التي تعرفها إسبانيا وهو قطاع معرض للإفلاس القطاع البنكي الإسباني هو الذي يريد مساعدة القطاع البنكي المغربي للدخول إلى الأسواق الإفريقية